بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا فيكم في الجلسة 189 لمجلس الوزراء يؤكد مجلس الوزراء أن أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني شعبنا ولن تثني القيادة الفلسطينية عن المضي كدما في نضالها الشعبي والسياسي والدبلوماسي والقانوني فنحن لا نقايد حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الحالية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة ما هي إلا إجراء هدفه تقويض السلطة ودفعها إلى حفة الحفة ماليا ومؤسساتيا مما قد يحد من أداء عملها في خدمة أبناء شعبنا ولكنهم سيفشلوا وعلينا أن نوضح لشعبنا أنه قد بلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرة والشهداء حوالي 2 مليار شكل منذ بداية عام 2019 حتى نهاية عام 2022 المنصرم وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 61 في العشر مليار شكل عن عام 2022 فقط كذلك اقتطعت وتقطع حكومة الاحتلال ما مجموع 350 مليون شكل بدل عمولة لتحصيل أموالنا المستحقة لنا من المقاصة وتحويلها لنا كما أن دولة الاحتلال تحتجز مستحقاتنا المترتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليارين شكل إننا نعتبر هذه الإجراءات حربا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله وحربا على السلطة وعلى بقائها وإنجازاتها وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمته هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة أيضا للاتفاقيات الموقعة معنا من جانب آخر فإنما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شكل تعويضا لإسرائيليين كتلوا على يد فلسطينيين هذا الإجراء غير قانوني وغير شرعي ولا نعترف به ومن المهم أن نذكر أنه يوجد عدة قضايا في المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية تحملها مسؤولية أي عمل عسكري يقوم به أي فلسطيني ضد إسرائيل ونحن نعرف أن المحاكم الإسرائيلية مسيسة ولذلك نتائجها معروفة مسبقا وتكون دائما ضدنا وعلى ضوء هذا الحال ندعو الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة إننا إذ نتوجه بالشكر إلى الدول الشقيقة والصديقة الاتحاد الأوروبي والجزائر واليابان والعديد من الدول الأخرى التي استمرت في دعم الشعب الفلسطيني ماليا آملين زيادة هذا الدعم وندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة أموالنا وإعادة هذه الأموال والمستحقات المتراكمة لدى إسرائيل والمحتجزة بغير وجه حق وعلى خلفية ما جاء نتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا الصامدين ونخص بالذكر الموظفين والنقابات والاتحادات ونقدر لهم صبرهم وتفهمهم وتحملهم لتبعات الأزمة المالية سنقف صفا واحدا في مواجهة هذه الإجراءات وتقاسم أعبائها من أجل الشهداء والأسرى ومن أجل فلسطين وبهذه المناسبة أتوجه باسم مجلس الوزراء بالتهنئة للأخ المناضل كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي قضى أربعين عاما من زهرة شبابه في سجون الاحتلال بمناسبة الإفراج عنه وبهذه المناسبة أيضا يكلف مجلس الوزراء وزير التعليم العالي لاتخاذ ما يلزم قانونيا وأكاديميا لتمكين الأسرى في سجون الاحتلال من استكمال دراساتهم العليا لكي لا يكون السجن معيقا لتقدمهم العلمي والأكاديمي والحياتي يناقش مجلس الوزراء اليوم الوضع المالي في ضوء إجراءات الاحتلال الرامية لقرصنة مزيد من أموالنا التي يجبوها نيابة عننا إضافة إلى تقارير أمنية وسياسية ومشاريع للبنى التحتية لتعزيز صمود أهلنا في الأراضي الفلسطينية وشكرا